عثمان بن عفان بقي في مكة ثلاثة أيام هنا انتشرت شائعتان عن عثمان بن عفان أولاهما لم تأتي الأخبار بالذي جاء بالشائعة وفيها أن بعض المسلمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان قطاف بالبيت يرون الطواف بالبيت أمرا عظيما جدا فقالوا إن عثمان قطاف بالبيت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال ما أظن عثمان يطوف بالبيت ونحن محصورون هنا أي أنه صلى الله عليه وسلم يرد الناس إلى خلق عثمان يرد الناس إلى منزلته المعلومة لديهم يرده إلى أنه رجل صالح به من الوفاء ما يمنعه من أن يطوف بالبيت ونحن محصورون هنا ما أرسلنا عثمان إلا مفاوضا فكيف يطوف بالبيت إن منزلة عثمان وقدره تمنعانه من أن يطوف بالبيت ونحن محصورون هنا وفعلاً جاء الخبر بعد مجيء عثمان بعد ذلك وسأله الصحابة وقال لهم ما كان لي والله أن أطوف بالبيت ولو بقيت سنة حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوفاء هذه هي معادن الرجال في مثل هذه المواقف إنه عثمان بن عفان بن نورين الذي أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل